وطبعا يعني من الفجر والنتائج بتبان والأوائل بيتم تبلغهم بنتائجهم والحقيقة أنه دي لحظات كلها مليانة سعادة ودموع ولحظات مؤثرة على كل البيوت اللي تبقى قاعدة ومترقبة ومستنية نتيجة السنوية العامة وهم كلهم يعني أمل كبير بعد المجهود اللي بيعملوا طول السنة أنه المجهود ده يكلل بالنتيجة اللي تفرحهم وترضيهم وتفرح كل البيوت وخصوصا الأمهات اللي بيبقوا صهرانين طول الليل يدعوا لأولادهم في نتائج السنوية العامة ويبقى الموضوع يعني خلية كده كل العيلة قاعدة مستنية نتيجة السنوية العامة وهنعمل ايه بعد السنوية العامة وأحلام وطموحات كبير بعد يعني مجهود كبير اتعامل طول السنة الحال أنه الدكتور ردح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقد مؤتمر صحفي النهاردة لإعلان نتيجة السنوية العامة ومؤشرات وإحصائيات نتيجة شهادة السنوية العامة للعام الدراسي اللي احنا فيه عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين واستعرض خلال وسيادة الوزير مؤشرات أداء الطلاب لامتحانات السنوية العامة وبلغ عدد المتقدمين سبعتلاف سبعمية تلاتة وستين ألف ومتين وستة والحضرين سبعمية تسعة وخمسين ألف ستمية ستة وسبعين والنكحين خمسمية تمانية وتسعين وسبعمية تلاتة وعشرين بنسبة نجاح تمانية وسبعين وواحد وتمانين من مية في المية أما بالنسبة لعدد الطلاب اللي فضلوا للدور التاني فهو عددهم مية وتمنتاشر ألف ستمية وخمسة طالب وعدد الراسبين كان اتنين واربعين وتلتمية تمانية واربعين نسبة المقاوية اللي جملة النجاحين كانت تمانية وتسعين فاصل واحد وتمانين من مية في المية وشعبة الأدبية تمانية وسبعين فاصل أربعة وسبعين في المية الشعبة العلمية رضيات كانت تمانية وسبعين فاصل تمانية وسبعين من مية والعلمي علوم تمانية وسبعين فاصل اتنين وستين في المية في نهاية المؤتمر الدكتور رضا حجازي كرم أوائل التانوية العامة ومنحهم شهادات تأدير وأكد حرصه على تكريم طلاب الأوائل تقديراً ليهم وتحفيزاً ليهم علشان يقدروا يكملوا النجاح والتفوق في تعليمهم الجمع كمان سيادة الوزير أجرى حوار مع الأوائل ووجلهم يعني مجموعة من النصائح ليهم والزملائهم علشان يكملوا في تفوقهم الدراسي أكد سيادة الوزير كمان على ضرورة تحديد الأهداف والمذاكرة والاجتهاد وتنظيم الوقت فرحة السنوية العامة يا جماعة فرحة كبيرة يعني كل البيوت بتكون مستنياها بعد تعب ومجهود كبير طول السنة وليالي صهر كتير ودعوات كتير من قلوب كل الأمهات والأسر الحقيقة اللي بتعمل مجهود خرافي مع ولادها علشان يعني يوصلوا للنجاح اللي احنا بنشوفه تكريم الأوائل وإنه يجي لهم تليفونات ويستقبلوا خبر إنهم من الأوائل ده تكريم كبير بيخليك تنسى تعب السنة كلها وليالي الصهر الكتير اللي صهرتها والمذاكرة والمجهود الكبير اللي عملته لما تعرف أن أنت من أول السنوية العامة ترجمة نانسي قنقر